وفي مستجدات سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية أظهرت نتائج استطلاع للرأي جديدة أجرته رويترز إبسوس أن كمالة هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي تقدمت على منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بفارق ثلاث نقاط مئوية وبنسبة 46% مقابل 43% ويخوض المتنافسان سباقا محتدما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل وأظهر الاستطلاع الذي استمر أربعة أيام وانتهى أمس أن ترامب هو المرشح الأوفر حظا للفوز بثقة ناخبين محتملين يهتمون بمجموعة من القضايا الاقتصادية